أوروبا على أعتب تهديد صحي فنصف مليون شخص قد يصبحون في عداد ضحايا فيروس كورونا مع حلول شهر مارس المقبل إن لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات عجلة للحد من انتشار الفيروس المسبب للمرض ناقص الخطر دقته المنظمة العالمية للصحة عبر مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوغا ويعز كلوغا مخاوفه إلى حلول فصل الشتاء وعدم توفير اللقاح بصورة كافية وهيمنة متحور ديلتا الأكثر فتكا فقد سجلت بريطانيا وحدها ما يزيد عن 44 ألف حالة في يوم واحد منظمة الصحة دعت إلى تشجيع الإقبال على اللقاحات والعودة للإجراءات الصحية المتعلقة بالتباعد والنظافة الشخصية وكذا اعتماد العلاجات الجديدة للمساعدة في كبح انتشار الفيروس وترى أن إلزامية تطعيم يجب أن ينظر إليها على أنها الملاذ الأخير لإنقاذ أرواح الناس تأتي هذه التصريحات في ظل اعتزام بعض الدول العودة إلى فرض القيود المرتبطة بالجائحة بل وحتى الاتجاه نحو إلزامية التطعيم على غرار النمسا التي أصبحت أول دولة أوروبية تعلن أن اللقاح ضد الفيروس سيكون مطلبا قانونيا ابتداء من فيذر المقبل وفيما وصف وزير الصحة الألمانية سفان الوضع في بلاده على أنه حالة طوارئ وطنية مستبعدا العودة إلى الإغلاق فإن دولا أخرى كجمهوريتين تشيك وسلوفاكيا قررت فرض قيود جديدة على الأشخاص غير المطعمين غير أن اعتزام السلطات في بعض الدول العودة إلى تفعيل القيود المرتبطة بالجائحة أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات في عدد من المدن الأوروبية ترجمة نانسي قنقر